موسيقى الرئيس الفرنسي يحفو إسرائيل على تجنب المزيد من التصعيد وبريطانيا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران شكري يستقبل كبيرة المنصقين الأمميين لشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة ويشدد على مسؤولية الأطراف الدولية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن مع ذكرى مرور عام على حرب السودان مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يؤكد في مؤتمر باريس بذل قصار الجهد لإنهاء الحرب أثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جران نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم حث الرئيس الفرنسي منول ماكرون إسرائيل على تجنب المزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم إيران وقال ماكرون إن تهران ردت على ضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة مشيرا إلى أنه سيجري محادثات اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو وأن بلاده على اتصال أيضا بدول أخرى في المنطقة لتجنب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط حذر المستشار الألماني أولف شارتس إيران من شن أي حجوم آخر على إسرائيل وفي كلمة له خلال زيارته للصين قال شارتس إنه يجب على إسرائيل كذلك أن تسهما في تهديئة التوترات أعلنت ألمانيا استدعاء السفير الإيراني لديها كرد على خطوة مماثلة من تهران وجاء الاستدعاء بعد يوم على استدعاء تهران لسفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على خلفية موقف دولهم من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل أهرب الكريملين عن قلقه البالغ عن قلق روسيا البالغ إذا تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتعليقا على الضربات الإيرانية على إسرائيل دع الكريملين جميع الدول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس مؤكدا أن المزيد من التصعيد لن يكون في مصلحة أي طرف أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده لا يمكن السكوت عنها وفي كلمة له خلال لقاء تشاوري مع الوزراء شدد ميقاتي على أنه من غير المقبول استباحة الأجواء اللبنانية وأشار إلى أن إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب لافتا إلى ضرورة انتباه المجتمع الدولي إلى هذا الأمر ووضع حد للحرب قال متحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده ترفض تأكيدا صدر من إيران بأنها قدمت مسبقا إختارا قبل تنفيذ الهجوم على إسرائيل جاء ذلك ردا على تصريح لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال فيه إن إيران أخترت دول الجوار والولايات المتحدة قبل 72 ساعة بشأن تنفيذ الضربات قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد جاميران إن بلاده ستبحث فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته بطائرات مصيرة وصواريخ على إسرائيل وأضاف كاميرون أن بلاده فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل النظر في المزيد من الخطوات التي يمكن اتخاذها كما أشار كاميرون إلى أن بلاده ستبقي مسألة حضر الحرس الثوري قيد المرادعة نقلت سيئن أن الأمريكية عن مسؤولين قولهم إن حكومة الحرب الإسرائيلية لا تزال مصممة على الرد على الهجوم الإيراني وأشار المسؤولون إلى أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس طالب بعدم تأخر الرد على الهجوم وذكرت وكالة ريترز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتانياهو اجتمع مع مجلس وزراء الحرب الذي خوله الوزراء لآخرون لاتخاذ قرار بشأن أي رد على الهجوم الإيراني قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن احتجاز السفينة التجارية التي ترفع علم البرتغال في الثالث عشر من إبريل جاء بسبب انتهاكها لقوانين بحرية مضيفا أنه ليس هناك شك في ارتباط السفينة بإسرائيل وأضاف كنعاني أنه تم اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية نتيجة عدم الاستجابة لنداءات السلطات الإيرانية مشيرا إلى أن بلاده تسعى جاهدة لخلق بيئة ملاحية آمنة في مضيق هرمز والخليج العربي جددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران وإسرائيل وأضافت الوكالة أنها تراقب عن قرب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني وتتضمن توجيهات الوكالة توقي الحذر ومتابعة جميع الإعلانات الجوية المتاحة حول إسرائيل والمجال الجوي المجاور حتى مسافة مئة ميل بحرية تقاذفت إسرائيل وإيران الاتهامات في الأمم المتحدة على خلفية التوترات الأخيرة حيث اتهمت كل منهم الأخرى بأنها تمثل التهديد الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط من جهتهم دعا مظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة لم تكت تمر 24 ساعة على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل حتى عقد مجلس الأمن الدولي بطلب من إسرائيل لاجتماع طريقا لمناقشة الأزمة التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وتنذر بالتحول نحو حرب شاملة رغم تباعد المسافات جغرافيا وسياسيا بين البلدين تواجه الوفدان الإيراني والإسرائيلي وجها لوجه بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كل طرف اللوم على الآخر بأنه التهديد الرئيسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان طلب مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مع فرض كل العقوبات الممكنة ضد طهران في المقابل قال ممثل إيران أمير سعيد أن بلاده لم يكن أمامها خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ردا على قصف قنصليتها في دمشق في اتهام لم تنفيه إسرائيل ولم تؤكده وأضاف أن مجلس الأمن فشل في تأدية واجبه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال عدم إدانته الضربة وأكد أن طهران لا تريد التصعيد لكنها سترد على أي تهديد أو عدوان روبرت وود نائب المندوبة الأمريكية قال من جهته إنه وبالتشاور مع دول أعضاء أخرى فإن الولايات المتحدة ستنظر في اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة هذا ودعى معظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من بلوغ منطقة الشرق الأوسط حافة الهاوية مؤكداً أن المنطقة والعالم لا يستطيعون تحمل نشوب حرب جديدة تحديث عن مجلس الأمم المتحدة جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان تنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة بالأوضاع في غزة وخلال استقباله كبيرة منصقي الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة شدد شكري على حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع من خلال إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار فضلاً عن ضرورة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات أدانت جامعة الدول العربية تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأضافت جامعة الدول العربية في بيان أن فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستوطنين يمثل خطوة صغيرة متأخرة وغير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة وتوفير الحماية للفلسطينيين المدنيين من الضفة مشددة على ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب وضرورة أن يدفع المستوطنون ثمن جرائمهم المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا شمال غرب مخيم النصيرات ما أصفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق برافح وخان يونس ما أصفر عن شهداء ومصابين من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت بقبائف الهاون مركز للتحكم والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمحيط جامعة فلسطين شمال النصيرات ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ثلاثة وثلاثين ألف وسبعمائة وسبعة وتسعين شهيدا وستة وسبعين ألف واربعمائة وخمسة وستين مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي ونشدت السلطات الصحية في غزة المؤسسات ذات العلاقة لإنشاء مستشفيات ميدانية في مدينة غزة وشمال غزة في محاولة لتوفير الخدمات الصحية ولو بالحد الأدنى وذلك بعد خروج مستشفى الشفاء والعديد من المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل رغم تجديد جيش الاحتلال تحذيراته من عودة النازحين إلى شمال غزة بدأت مئات العائلات العودة إلى منازلهم هناك وشهد مئات النازحين يتوجهون شمالا على طول طريق الرشيد السحلي هو أحد الطريقين الرئيسيين الذين يربطان جنوب غزة بشمالها رحلة العودة إلى الجزء الشمالي المعزول من قطاع غزة الذي مزقته الحرب الإسرائيلية باتت محفوفة بالمخاطر رغم ذلك تحدت مئات العائلات الفلسطينية التي لجأت إلى وسط القطاع جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأت بالتوجه شمالا هذه الخطوة تأتي على الرغم من تجديد جيش الاحتلال تحذيراته من عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة قائلا إن المنطقة لا تزال منطقة حرب نحن جهزنا حالنا وطلعنا زينا زي الناس وصلنا لعند نقطة الحاجز اللي اليهود بتزعق بتقول النساء يمرقوا بالأطفال أمان عليهم أما الرجال يرجعوا والشباب الشباب ما دعطتش مجال لمين للنساء إنها تمرق فإيجان الدبابتين وصارت الطخ عليهم طخوا أطفال وتصوبهم بعدين للطيارة طلعت صارت الطخ وراموا قنابل غزية علينا صاروا يهربوا الناس وخافت يعني الناس برضو طبيعة الحال يعني ما بيش قادر يتجازف بحال هنا تمرق في منطقة خاطر كان شمال غزة بما في ذلك مدينة غزة الهدف الأولى للاحتلال الإسرائيلي للقطاع واليوم باتت عودة النازحين إلى منازلهم هناك شرطا أساسيا من قبل الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النهر وهكذا لم يعبأوا بتعنتي الاحتلال ولم يلقوا بالا لتهديداته فالأمل المجرد والحنين إلى منازلهم هو ما دفعهم للعودة بأي وسيلة اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار تواصل سلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 الا ان القضية الفلسطينية والاوضاع في غزة ما زالت وستزال في اولوية اهتمامات الدولة المصرية وتحديدا فيما يتعلق بادخال المساعدات وزيادة حجم هذه المساعدات كيف ترى الوضع الان تحية لحضرتك وتحية لكل سداء المشاهدين بالتأكيد رغم تعقيدات المشهد الدولي وايضا صعوبة الاوضاع الانسانية داخل قطاع غزة وتأزم الموقف ويعني الكثير من الصعوبات الا ان الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة سواء على الصعيد الدبلوماسي والسياسي او حتى على الصعيد طبعا الانساني لدعم القضية الفلسطينية بشكل عام ولدعم اشققنا في قطاع غزة بشكل خاص واعتقد ان الدور المصري في الحقيقة هو المرتكز الحقيقي لاجاد حلحلة للأوضاع الراهنة ورغم في الحقيقة كما حاجة ذكرت كترة تعقيد المشهد الدولي والكتير من المشاكل الاقليمية الا ان الدولة المصرية الحقيقة لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وهذا يظهر سواء عبر الاتصالات الدبلوماسية المصرية المكسفة التي نراها يعني مع كافة الاطراف المعنية بهذا الامر او حتى عبر طبعا الدور الذي تقوم بالدولة المصرية مع شركاء الاقليمين والدوليين مثل قطر والمتحدة الامريكية وهنا نتحدث عن فكرة الوساطة من اجل ايجاد هدنة ووقف اطلاق النار او طبعا على صعيد المصاري الانساني للدولة المصرية في الحقيقة بتقوم من خلاله بدور اكثر من عظيم في الحقيقة نحن نتحدث ايضا عن تناني هذا الدور وتطوره بتطور الاحتاج نحن لا نتحدث فقط عن ادخال المساعدات او طبعا يعني الكثير من الامور او كما يتعلق طبعا بعدم اغلاق بعبر رفح الذي هو مفتوح على مدار الساعة ولكن ايضا نحن نتحدث عن انزال جوي للمساعدات نتحدث ايضا عن مخيمات لالنزيحين داخل قطاع غزة نتحدث ايضا عن استقبال عدد كبير من المصابين داخل المستشفات المصرية نحن نتحدث عن ربما يعني ما يقرب من اربعة الاف اربعة الاف مصاب بالفعل يدخلوا الى المستشفات المصرية اللي يتلقي العلاج والكثير والكثير من مصارات العمل داخل المصار الانساني وبالتالي انا اعتقد ان مصر بتبرهن انها يعني هي المعنية بهذا الدور وانها لم ولن تتخلى عن اداء هذا الدور المهم جدا حتى في ظل اتساع دائرة الصراع حتى في ظل وجود تشابكات اقليمية صعبة للغاية حتى في ظل يعني تظاهر الاوضاع داخل قطاع غزة اللي ان الدولة المصرية لم ولن تتخلى ايضا عن مسؤولياتها الدولة المصرية تضع القضايا الفلسطينية في اولى اهتماماتها وتضع يعني ايضا كافة قدراتها وانكانياتها وخدراتها لمساندات الاشقاء داخل قطاع غزة نعم يعني في البداية في بداية الاحداث كانت مصر اكدت وتؤكد دائما على فتح معبر رفح وعدم غلقه كما اشرت ضيفي الكريم وكانت تتحدث في البداية عن ضرورة ادخال المساعدات في الايام الاخيرة من رمضان شاهدنا البيان الصحفي من الهيئة العامة للاستعلامات والذي اكدت فيه وفقا لتوجهات السيد الرئيس يتم العمل على زيادة حجم هذه المساعدات وبالفعل وجدنا في اول ايام العيد دخول 314 شاحنة يمكن هنا يجب ان نشير ان الدولة المصرية في الحقيقة خاضت معارج دبلوماسية صعبة للغاية لحجد الرأي العام الدولي والاقناع الرأي العام الدولي باهمية ادخال المساعدات وايضا مساعدات الدول المصري في هذا الامر ونجحت الدولة المصرية في الحقيقة بعد كل هذه الجهود لزيادة عدد الشحنات النفذة الى قطاع غزة وايضا رفع بعض العرقين الاسرائيلية التي كانت ومازالت حتى الان طبعا يعني تعرقل دخول المساعدات الى قطاع غزة وهذا النجاح المصري نتاج ان الدولة المصرية في الحقيقة لا تفصل العمل الانساني عن العمل السياسي بل انها تسخر او تسخر كافة ادواتها من اجل مساعدات القدير الفلسطينية بل ان الادوات الدبلوماسية والسياسية ايضا تعمل من اجل انجاح المصاري الانساني وهذا ما ظهر الانجليا من خلال زيادة عدد الشحنات النفذة الى قطاع غزة وهذا امر مهم للغاية ونجاح للدبلوماسية المصرية وليه العمل السياسي المصري وأيضا العمل الإنساني المصري الآن تكامل في الدور المصري في الحقيقة يثبت نجاحه يوم بعد يوم ومرتكز أساسي لمساندة أهالينا في خطاع غزة والجميع يثق في الدور المصري وطبعا الأشقاء في خطاع غزة يثقون تمام الثقة في هذا الدور الذي هو الآن صمام الأمان لبقاء القضية الفلسطورية نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا كاتبنا الصحفية الأساث جمال رائف كنت معنا على الهواء مباشرة وإلى الأوضاع في السودان حيث أكدت جامعة الدول العربية أن استعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان ستظل من بين أهم الأولويات رغم الجروح الدامية التي يعاني منها الجسد العربي جاء ذلك في كلمة الأمان العامة التي ألقاها الأمان العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أمام أعمال المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه المنعقد في باريس حيث أكد زكي في كلمته أن المآسي والأثار الإنسانية المرتبطة بالصراع الدامي في السودان سوف تسجل بأنها تمثل أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال مشيرا إلى أن نحو أحد عشر مليون سوداني هجروا من بيوتهم وقراهم إلى قرى وأماكن نائية وإلى بلاد مجاورة أكد مفوض لتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات أن أوروبا تبدل قصار جهدها لإنهاء الحرب في السودان وتقليل حجم المعاناة التي يعيشها السودانيون وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الإنساني الدولي للسودان ودول الجوار المنعقد في باريس أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن استيائه البالغ من استمرار النزاع القائم في السودان وصفا الأوضاع الرهنة في العاصمة الخرطوم بالكارثية أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عشرين ألف شخص نصفهم من الأطفال يجبرون على الفرار من منازلهم في السودان كل يوم وأفادت المنظمة بأن حوالي 53% من النازحين هم من الأطفال دون سن الثاني الثمانية عشر عاماً هذا ما يسلط الضوء على الضعف والتحديات الهائلة التي يواجهها جيل الشباب الأكثر تدرراً من الصراعات عام مضى وما زال الصراع مشتعلاً في السودان مخلفاً أكبر الأزمات الإنسانية في العالم ولا يعلم أحد متى أو كيف تنتهي في العام السابق ومع الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق النهائي بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد اندلعت مواجهات عنيفة دامية لم تهز السودان فحسب بل المنطقة برمتها ولم تتوقف المعارك التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل الفين ثلاثة وعشرين عند العاصمة الخرطوم وحدها إذ سرعان منتقلت إلى ولايات كانت بمنأة عن القتال الذي يدخل عامه الثاني بشبح المجاعة الأبشع في الكوكب ما يهدد بزيادة معاناة النازحين الذين اتخذوا من تلك الولايات ملاذا غير آمن لهم الأزمة على مدار ثلاثمائة وستة وستين يوما أدت إلى نزوح قرابة ستة ملايين وسبعمائة ألف شخص داخليا وفرار نحو مليون وثمانمائة ألف شخص إلى دول مجاورة وهو ما وصفته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأكبر أزمات النزوح وأصعبها في العالم ومنذ الوهلة الأولى قدمت مصر جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة على مختلف الأصعدة والمسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية حيث احتضنت أكثر من نصف مليون ضيف سوداني منذ بدء الأزمة ما زاد عدد السودانيين في مصر بمعدل خمسة أضعاف خلال عام واحد بمتوسط يومي ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء كما استضافت القاهرة العديد من اللقاءات لبحث سبل إنهاء الصراع والتداعيات السلبية له على المنطقة ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وذلك في إطار دور مصر الفاعل والمقدر كالشقيقة الكبرى للدول العربية والراعية الأولى لأزمات محيطها الإقليمي بالكامل اشتركوا في القناة 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 ترامب اشتركوا في القناة 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 بات السؤال ملحا ماذا ينتظر ترامب الحبس أم العودة من جديد سيدا للبيت الأبيض قال مسؤولون إن مياه الفيضانات غمرت نحو ألف منزل آخر في مدينة أورنبورج الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت سلطات أورنبورج الواقعة جنوب روسيا أن مياه نهر الأورال بدأت في الانحصار وكانت السلطات في المدينة الروسية قد طالبت آلاف السكان بالإخلاء بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الجليد فيضانات عارمة تضرب منطقة جبال أورال الروسية ما أكبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار في أوروبا متجاوزا حد السدود ورغم سوء الوضع في بعض المناطق المتدررة جراء الفيضانات تواصل السلطات عمليات الإجلاء حيث تم إجلاء أكثر من مئة ألف شخص فيما يواصل عمال الإنقاذ وسلطات إنفاذ القانون مساعدة باقي السكان على مغادرة منازلهم وفي أورنبرغ إحدى أكثر المدن تضرورا في المنطقة الروسية والمتخمة لكازاخستان غمرت مياه الفيضانات جزئيا بعض الطرق وتضفقت إلى المناطق السكنية محول الأحياء إلى برك أما كازاخستان التي تشترك في حدود طولها 7500 كم مع روسيا وصلت المياه إلى ضواحي مدينة بيترو بافلوسيفك عاصمة منطقة شمال كازاخستان حيث حرمت مياه الفيضانات سكان المدينة من الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وإلى الشرق توجه منطقة كورغان خطر أن تغمرها المياه في الأيام المقبلة حيث دعت السلطات المحلية سكان المناطق المتضررة إلى مغادرة منازلهم كإجراء وقائي دون انتظار ارتفاع منسوب المياه أكثر من ذلك لا يزال تغير المناخ يطرح تحديات للحياة وسبل العيش على الصعيد العالمي لا سيما مع تحفيز ظاهرة الاحتباس الحراري الظواهر الجوية وتحولها إلى كوارث طبيعية قالت الشرطة الأسترالية أن منفذ هجوم الطعن في مركز تسوق مزدحم في ضاحية بوندي الساحلية بمدينة سيدني ربما كان يستهدف النساء وأوضحت الشرطة أن المهاجم البالغ من العمر أربعين عاما قتل ستة أشخاص طعنا وأصاب 12 امرأة وأن المقاطع المصورة أظهرت تركيزه على النساء وتجنب الرجال تواصل القوات الجوية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في التحالف الدولي تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة نفذت القوات الجوية المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتي شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعي المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان حيث شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيدي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشاملت مشروعات المرحلة الأولى إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 1115 وحدة صحية ومركز سب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة عليا لإحياء مصاري آل البيت وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها وحدائق ومتنزهات والحفاظ عليها من الزحف العشوائي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها عضو اللجنة وأكد الاجتماع اهتمام الوزارة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز دوره في مؤسسات التعليم العالي والارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030 أعلن البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الكاش من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات وذلك بهدف التيسير على المواطنين والشركات وذكر البنك المركزي أنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه مطالبا البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار و361 مليون دولار لأول مرة منذ عامين تشارك اليوم مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024 والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى العشرين من أبريل الجاري وذلك لمناقشة كيفية التصدي للتحديات العالمية وزيادة الحلول اللازمة للتمويل ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات الربيع لأكبر منظمتين ماليتين دوليتين مسؤول الحكومات من مختلف دول العالم ومحافظ الدول لدى مجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة الجهود الدولية نحو تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر تتجه أنظر عشاق كرة القدم صوبة استاذ القاهرة الدولي الذي يستضيف في السابع مساء لقاء مؤجلا من الأسبوع العشر لمصابقة الدور الممتاز بين الأهل والزمالك يدخل الزمالك المباراة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية عشرة نقطة من اثنتين عشرة مباراة في حين يحل الأهل بالمركز التاسع برصيد إحدى وعشرين نقطة من عشر مباريات قال الرئيس الفرنسي مانويل مكرو إن بلاده أعدت بدائل لإقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في السادس والعشرين من يوليو تموز المقبل على ضفاف نهر السين وذلك إذا اقتضت الحاجة الأمنية ذلك ودفع الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا بالإضافة للتهديد بهجمات إرهابية الحكومة الفرنسية إلى رفع انظار التأهب الأمني إلى أعلى مستويات وقال مكرو إنه يثق في أن حفل الافتتاح المخطط له بحضور حشود جماهيرية ضخمة حول ضفاف نهر السين حيث ينطلق نحو مئة وستين قاربا في رحلة بطول ستة كيلومترات سيحقق نجاحا كبيرا الرئيس الفرنسي حثو إسرائيل على تجنب المزيد من التصعيد وبريطانيا تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران شكري يستقبل كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة إعمار غزة ويشدد على مسؤولية الأطراف الدولية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن مع ذكرى مرور يعم على حرب السودان مفوض للتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يؤكد في مؤتمر باريس بذل قصار الجهد لإنهاء الحرب نهاية نشرتنا شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء